سلام عليكم مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد هل تبحثين عن طريقة اكيدة تحقيق تبييد الاسنان ما رأيك في زيادة بياض الاسنان بالكركم حيث يعرف الكركم بقدرته على سبخ الاشياء باللون الاسفر لذا فان استعماله في تبييد الاسنان لهو امر متير للجدل لكن المفاجأة ان الكركم يستخدم كعلاج طبيعي لتبييد الاسنان منذ سنوات في الهند ومناطق اخرى من العالم وبجانب تبييد الاسنان فان الكركم ايضا يعالي التهابات لتا ويطهرها من نسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الخلطة التي ستساعدك على تبييد الاسنان نحتاج الى كمية من الكركم او مقدار ملعقة من الكركم مع ملعقة من الماء لعمل عجينة سميكة نقوم بخلط الكركم مع الماء حتى الحصول على عجينة سميكة بهذا الشكل كما تلاحظون معي نستخدمها كمعجون لتفريش الاسنان لمدة 3 الى 4 دقائق لا تشطفي الاسنان فورا بالماء بل يبقى مزيج الكركم والماء في الفم لمدة 5 دقائق بعدها قومي بغسل اسنانك جيدا بالماء ثم فرقيهما بفرشات والمعجون حتى يزول لون الكركم الاسفر وبعدها ان وجدتي مزيدا من اللون الاسفر في الزوايا اغسليها بالصابون فتختفي فورا وبعدها ستلاحظين بياضا في اسنانك اعيدي الكرة يوميا وبعد اسبوحة من ستتفاجئين بالنتجة وتحصلين على ابتسامة ناصعة اشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما جديد القناة زوروا الموقع ايضا موقع شهوتي الى اللقاء الى فيديو قادم حلقة قادمة باذن الله